اهلا بكم الى تفاصيل خبر مجزرة مروعة ارتكبتها ميليشيا الارهاب الحوثية التابعة لايران بقصف وتفجير منزل المواطن عيضة صالح ربوع في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء محافظة صعدة مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي يفترض ان تنعم محافظة صعدة بالنصيب الاوفر من بركات المسيرة الحوثية فهي مسقط رأس مؤسسها وظريحه ومركز المرجعية العليا للميليشيا الطائفية ومقام زعيمها الحالي وعائلته الخمينية فرع اليمن وكيف لا تأكل صعدة العنب في الصيف وتشرب العسل في الشتاء وقد حدثت بين ظهرانيها الطفرة البشرية البدر دينية من فلتة نيزك سقط من طبق السماء وصحن الحض وانما بجيرانها تغلى الديار وتسعد وهذا ما حدث بالفعل لديار منطقة بيت ربوع المهدي في مدرية الصفراء من جيرانها في مران قم وما المسافة بينهما الا بقدر ما بين الفأل الحسن وحسن الطالع خمس ساعات من القصف والقذائف وغزوة حربية لا تبقي ولا تذر على احدى منطق المحافظة صعدة بقيادة السفاح يحيى الرزامي رئيس ما يسمى باللجنة العسكرية التابعة للحوثيين في داخل المحافظة ذاتها ظل زعيم الميليشيا منتظرا قائد الحملة الحربية باكاليل الغار ومبسم البغي المنتصر فيما كانت مدافع الهاون تدك على مقربة منه منطقة اللجبة بمدرية الصفراء وميليشياته تقتحم المكان وتحاصر السكان بالعربات المدرعة وجحاف لعلوجه الاوباش بعد وابل خمس ساعات من الهاون والاربيجي فجر العلوج منزل المواطن عيض صالح ربوع بمن في داخله من الرجال والنساء والاطفال اسفرت المجزرة المروعة عن زهاء عشرة من الشهداء والجرحة سيبسق على وجه قاتلهم فم التاريخي ابدا الدهر شكرا للزملاء على هذا التقرير مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام ما تقوم به ميليشيا الحوثي يدل على أن الميليشيا الحوثية الكهنوتية السلالية ترتكب الجرائم ضد أبناء صعدة خاصة وبقية المحافظات التي تسيطر عليها عامة يدل دلالة قاطعة على النهج الذي تعتقده هذه الجماعة الإرهابية لبسط نفوذها بالقوة ويدل على النهج الإجرامي النهج الإجرامي التي تمارسه ضد أبناء صعدة من حوالي عشرين سنة فهي تعمل على قتل وتشريد وتفجير منازل المواطنين ونهب ممتلكاتهم وأراضيهم والبسط عليها بقوة السلاح وما قضية الربوع إلا واحدة من سلسلة جرائم ترتكبها هذه الميليشيا الحوثية الإرهابية وهذه الجرائم التي تمارسها ميليشيا الحوثي يجرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والبرتكولات الدولية ونظام روما والقوانين المحلية باعتبار من يمارسها يعتبر مجرم حرب يعاقب عليه وسيتم ملاحقة المجرمين إن شاء الله مواجب القبيلة في صعدة والمجتمع الصعدي في مناصرة ضحايا الإرهاب الحوثي ضد المواطنين وأما عن دور القبيلة والمجتمع هي المناصرة والانتفاضة على ما حصل لآل ربوع لأن الذي حصل لهم من قبل ميليشيا الحوثي بقيادة المدعو يحياء عبدالله الرزامي يعتبر عيب أسود في تأريخ القبيلة اليمنية على مر العصور وحتى في الجاهلية قبل الإسلام كان لا يعتدى على البيوت ولا على الأطفال ولا على النساء ولا على النساء فيعتبر هذا عيب أسود وما حصل لآل ربوع من تفجير المنازل على رؤيس ساكنيهم وقتل صاحب المنزل وثلاثة واثنين أطفال وأخيه وجرح النساء والأطفال البقية هو يعتبر عيب أسود يجب على القبيلة اليمنية القبائل أن تتضامن مع قبيلة وايلة وأن تنتفض انتفاضة واحدة ضد هذه الميليشيات الكهنوسية الإرهابية ما سبب هذا التجاهل المطبق للمنظمات الحقوقية والمهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان للجرائم التي ترتكبها الحوثية بحق أبناء وقبائل صعدة أما عن صمت المنظمات الدولية هو ما شجع الميليشي الحوثي الإرهابية على مواصلة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على المواطنين الآمنين مع العلم أن هذه المنظمات الدولية والمحلية تعمل على رصد وتوثيك كل الجرائم التي ترتكبها هذه الجماعة الإرهابية ومن على منبر شهيل نطالب جميع المنظمات الدولية والمحلية ومجلس حقوق الإنسان والمبعوث الأممي للأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي لإدانة الأعمال الإجرامية التي تمارسها جماعة الحوثي الإرهابية وإيقافها عند حدها شكرا لك كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد حيدر مدير عام حقوق الإنسان بمحافظة صعدة مشاهدين الكرام حول هذا الموضوع رصدنا لكم أراء الشارع عن دلالة جرائم الإرهاب والتنكيل الحوثية المستمرة بحق أبناء صعدة والتي كان آخرها قتل وإصابة عشرة مواطنين بينهم أطفال ونساء من آل الربوع بمديرية الصفراء بصعدة للمتابع من خلال هذا الاستطلاع الذي أعده الزميل هذه الحرب أبناء صعدة يعني مناظرين يعني 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 مناظرين على حقهم مناظرين على وطنهم مناظرين على دمهم فجروا بهم وسط البيت الليل يالي يعني قابوا لهم ألغم فجرواهم إيش هذا ظلم هذا دم مسلم هذا دم دم يمني دم مسلم يمني ما هو شباوح كافر يمني ما هو كافر هذا يمني مسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله جرائم الحوثية مستمرة سواء على البيوت سواء على الأطفال سواء على المنازل سواء على الطلاب سواء على جميع 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 الشعب اليمني كامل دوري الحوثي جرائم الحوثية كبيرة وكثيرة جرائم قسيمة بالشلع بالقانون جرائم الحوثية من البطش والقتل والنهب والاختطافات والعسر أين ما تدعيش ما كانت هويتك العنصرية عنده لا أمانة لا الخيانة عنده من تكون أنت يا عبد الملك الحوثي وأعوانك أنت كذات أنت على مدينتك مدينة السعدة على مدينة سبيل المثال على مدينة السعدة قتلتهم شرتهم أنهيتهم وهم من أبناء منطقتك ما بالك من الوطن الكبير الذي أنتهبته وعقبت حقوقه الآن المدرسين أو الموظفين يطالبوا برواتبهم من المناطق المعرّة وأنت تخذ الثروات حقها وتوديها لإيران وعلى المزعطان أين الرواتب الآن بتطلع عليك من داخل صنعة من داخل صنعة يا عبد الملك الحوثي أنت كذاب وأعوانك أنت كذاب بما تعنيه الكلمة أنت لا تخدم وطن ندائي واستخاذتي لنصرة آل الرويعي الذين يواجهون حملة التطهير العرقي حملة التطهير لشرفاء منطقة الرويعي من قبل سلالة المبوس وأحذية إيران الفارسية كورمين المحوثيين يعني عدة في عدة مسلميات حيثهم يحطلون أبناء صعدة تحت إنهم هاشميين وتحت سلالية الرجعية التي لا تؤمن لب سلام ولا بأمان ولا باستقرار ولا بنا وطن بل هم دائما أسلوبهم الحرب والتنكيل بين الناس وبين المواطنين الحوثي يستخدم القتل والتدمير والانتهاكات في سعدهم في غير سعدهم فهو يقتل ويستحل دماء كل اليمنين وينهب الأموال لكل اليمنين فهو لا يفرق بين هذا وبين منطقة وأخرى والمطلوب من اليمنيين جميع اليمنيين وابناء القيش الوطني والمقاومة الشعبية القيام بواقبهم المواقهات المدل الحوثي والأفكار الدخيلة التي يتلقاها من طهران شكراً للزملاء الذين عدوا لنا هذا الاستطلاع ومن تفاصيل خبر إلى حكاية بوست أهلاً بكم إلى هذه النافذة التي نرصد لكم فيها أبرز ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي ونتعرف سوياً على أصل الحكاية وحكاية اليوم عن المدعو مهدي المشاط الذي وصف الموظفين والمعلمين والأكاديميين ونخبة المجتمع المطالبين برواتبه المنهوبة من قبل الميليشيا منذ ثمانية عوام وصفهم بالحمقى والغوائيين والعملاء وقد كتب سياسيون وصحفيون ونشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي تنديداً بهذا الإرهاب الحوثي واستنكار للإساءة البالغة وتأكيداً على أن الحوثي لم يكتفي بسرقة رواتب الموظفين بل يحاولوا إرهاب كل مطالب بحقوقه والبداية من الإعلامي خالد عليان حيث كتب تغريدة على حسابه في منصة إكس كان الدكتور عبد الكريم الإرياني رحمه الله ثعلب الحياة السياسية وصاحب الخبرة والفراسة فيها يشتهر عنه أنه قال عن مهدي المشاط الذي عينه الحوثيون رئيساً لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى من غضب الله عليه مد في عمره حتى يأتي اليوم الذي يفاوض في مهدي المشاط وأما الصحفي هائل البكالي فقد كتب تغريدة قائلاً لا نطالب الحوثي بصرف رواتب الموظفين لأنه عصابة مسلحة تمتهن السرقة نحن نطالبه برفع يده عن إرادات الدولة وتركها تعود إلى حساب الموظفين وفي مقدمتهم المعلمون الدكتور حسن القطوي كتب تغريدة على منصة إكس قمة الوقاحة أن تأتي ميليشيا من خارج غبار التاريخ لتنهب وتسلب الأموال من أبناء الشعب وليست مستعدة أن تعطي للآخرين منها شيئاً وعندما يطالبها الموظفون بالرواتب تتهمهم بالعمالة والارتزاق الشاعر زين العابدين الضبيبي كتب تغريدة داعياً فيها اللهم عليك بمن سرق رواتبنا وأذل شعبنا وفرض الضرائب والجبايات علينا وتسبب في خراب بلادنا وأغرقنا في مستنقعات الجوع والذل وضيق الحال وتسيد علينا واستأثر بثرواتنا ونهب أموالنا وهوشم وظائفنا وحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم عليك بهم وبسيدهم الإعلامي إبراهيم عسقين كتب تغريدة على حسابه في منصة إكس كشرت الكلاب المسعور أنيابها عندما صدع قول الحق بصرف مرتبات الموظفين من إرادات الدولة والمقطوع لثمان سنوات فمنهم من يقول هذا منافق وآخر معتوه يقول يفسد العقيدة وغيرها من الأقوال الحقيرة نقولها وبصوت عالي هذا حق وليس منكم منه أو فضل يا حوثيين راتبي حياتي الناشط السياسي مانع المطر كتب تغريدة قائلا يكذبون كما يتنفسون ولكن صحوة الشعب تلقف ما يأفكون والناس والناس يدركون أن الحوثية تسرق موارد البلد وتعيش قيادة الميليشيا في حالة بذخ وتراف شديد جراء تقاسمها للموارد التي تحت سيطراتها وبذات الوقت توجه تهم الخيانة والعمالة لكل من يطالب بحقه المشروع في الحصول على راتبه الإعلامية عفاف ثابت كتبت على منصة اكس يجب تعرية الميليشيا ورفع الستار عن مصير مئات مليارات من إيرادات ميناء الحديدة والمشتقات النفطية وفوارق بيع النفط والغاز والضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف وغيرها من الجبايات غير القانونية الإعلامي فيصل الشبيبي كتب تغريدة قائلا هناك مثل شعبي من يقول إذا غضب الله على النملة أريشت وهذا المثل ينطبق على الحوثيين الذين نفشوا ريشهم ويتحدثون بغرور واستعلاء بعد أن نهبوا حقوق المواطنين وأنهكوهم بالجبايات لذلك عليهم أن ينتظروا غضبة الشعب اليمني وحينها لن ينفع الندم المحامي محمد المسوري كتب تغريدة قائلا لو كان عبد الملك الحوثي يعلم بأن الشعب اليمني يقف معه كما يزعم لما احتجب عنهم واقتفى في الكهف بل ولو كان يعلم بأن المشايخ والشخصيات والقيادات معه لما قابلهم عبر شاشة تلفزيونية لو كانوا معه لخرج بين الناس وقابل الناس لتعلموا أنه بنفسه يعلم بأنه مرفوض حساب منذر الزيدية المهتم بالتاريخ الأسود والدموي والإرهاب الزيدي بحق اليمنيين كتب تغريدة على حسابه عندما يسرق المشاط سارق ومبهرر هو تابع لأوامر سيده فقد قرر علماء أئمة الزيدية في كتبهم الأصولية والفقية أن أموال المخالفين حلال ومن أخذها لا يجب عليه إرجاعها يسرق أموالك ويقتلك ويعتقد هذا جهاد في سبيل الله وأخذ حق من حقوقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون الصحفي غمدان اليوسفي كتب تغريدة قائلا المشاط مجرد ممسح لتنظيف أوساخ الجماعة أعتقد أنهم يجلسون في قصورهم يتأملون خطاباته بسخرية كأنهم يقولون في السابق أن عباس الديلمي كان يصنع النكات ليضحك الرئيس السابق واليوم صار الرئيس هو النكتة إنه الأخ مهدي كما وصفه الرزامي ووصف الفيشي جواره بالسيد